تنصر الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء أو التغييب القسري على تجريم كل من يرتكب جريمة الإخفاء القسري أو يأمر أو يوصيب ارتكابها أو يكون متواطئا أو مشتركا فيها ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي إن كان لكن يبدو أن الحكومة الحالية في العراق وميليشياتها تريد أن تستثني نفسها من تلك التبعات وتمارس سطوتها على من تشاء بالرغم من انضمامها إلى اتفاقية الحماية من الإخفاء القسري عام 2010 قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق بالتعاون مع المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب والقسم السياسي في الهيئة نظم ندوة كشفت عن جرائم التغييب القسري في العراق بين الحقائق والواقع وعرض المشاركون في هذه الندوة التفاصيل والأرقام التي تثبت جرائم الاحتلال وحكوماته المتعاقبة كما نقش للمشاركون تفاصيل جرائم الميليشيات وتواطئ الحكومة معها وتورط جميع القوى المتصارعة على السلطة بعمليات الاختطاف والتغييب وتناولت أيضا المواقف السياسية بشأن جريمة الإخفاء القسري وأحصتها بالأرقام والأدلة وكانت ميليشيات الحجد قد اختطفت آلاف العراقيين وزجت بهم في سجونها السرية خلال العمليات العسكرية التي جرت في عدد من المحافظات العراقية واستصمت حكومي مأساة المختطفين والمغيبين قسريا في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وديالة والتأميم وبغداد وفي مناطق هيت وجرف الصخر وغيرها لا تزال مستمرة وحاضرة وما زال ذوهم لا يعلمون شيئا عن أبنائهم منهم سبعمائة شخص اختطفتهم ميليشيات الحجد قبل سنوات في ناحية الصقلاوية شمالية الفلوجة وألف وسبعمائة آخرين من قبيلة واحدة في قضاء هيت غربية محافظة الأنبار كاترينا ريدز ممثلة المنظمة الدولية في العراق قالت إن مئات الآلاف من الأشخاص ما زالوا مفقودين مغيبين في العراق ولا يعرفوا مصيرهم حتى الآن عدد المغيبين في العراق حاليا يتراوح ما بين 250 ألفا ومليون شخص هذا ما وثقته منظمة هيومر رايس ووتش في أحد تقاريرها عن الواقع الحقوقي في العراق وكانت أكثر من 230 جثة تعود إلى مخطوفين في جرف الصخر سلمتها دائرة الطب العدلي في محافظة بابل على شكل دفعات على فترات زمانية مختلفة إلى أحد الجمعيات التابعة لميليشيا الحجد التي تتولى دفنها في محافظة كربلاء ترجمة نانسي قنقر